اليوم الإجراءات سنعززها ضمن ورقة الإصلاح الاقتصادي وأيضا القوة إن شاء الله تكون موجودة بجهود الخيرين رواتب الموظفين سواء على المستوى الاقتراض أو على مستوى يعني الإرادات التي ترجع للموازنة اتطمنين طبقة الموظفين أن أراتبكم للأشهر القادمة وللسنة القادمة في ظل وجود هذه الظروف ستؤمن؟ نعم بالتأكيد رسالة تشري الموظفين نعم أنا رسالة الموظفين أن هذه الأزمة ما ستتكرر على اعتبار أنه في هذه الثلاثة أشهر اقترضنا فبالتالي هذه الإرادات التي ستكون موجودة خلال هذه الثلاثة أشهر القادمة ستساعد إلى أنه ستكون رصيد والشغل الذي يأتي بعدها والإرادة التي يأتي بعدها سيكون إضافة لها إلى أن نغطى الرواتب في الأشهر القادمة من سنة 2021 فبالتالي أنا أطمن المواطني أن هذه ستكون ربما ستكون آخر أزمة مالية للرواتب هي أقوى أزمة وآخر أزمة نقدر نقول هذا آخر خطر هذا آخر خطر إن شاء الله بعد ما يتكرر حسب ما أشوف آني أنه بعد ما يتكرر لأن اليوم ماشي الشغل إلى أنه الرواتب تؤمن لا يتكرر الرواتب للاسف وضعية الناس في بؤس أبو نور أبو نور يعني مواطن تعبان الحين المواطن مو السياسي ولا قيم جدا المواطن مو السياسي ولا حزبي ولا مضطر أنه يتحمل أخطاء السياسيين والأحزاب المواطن عنده أقدوية الدولة يستلم راتب يروح يوفر احتياجات عائلته أما دائما كنا نتوجه أنه أهم شيء هو الراتب يعني دائما لي كان عنده راتب من الدولة كان مرتاح نفسيا لأنه يجي راس الشهر لكن اليوم المواطن أصبح بقلق والمسؤول عن هذا القلق الذي ينخلق للمواطن هي الدولة ببتالي اليوم الدولة لازم تتحمل المسؤولية أعتقد